السلام عليكم وحياكم الله خبز الملة مني محشي بالجبن والتمر وصفة لذيذة لا تفوتكم بالعجانة نحط كوبين دقيق اسمر نصف كوب دقيق ابيض ملعقتين كبار حليب بودرة ملعقة صغيرة خميرة ملعقة صغيرة باكم بودر رشة ملح وملعقة صغيرة كركم اختياري بس يعطي لون ونكا حدوة للعجينة ملعقتين كبار زيت زيتون وملعقة كبيرة عسل او سكر ونضيف الماء الدافع ونعجن تقريبا كوب وربع طبعا استخدمت عجانة هوم إلك من قصر الاواني عجانة التخمير السريع شوفوا العجينة تبارك الرحمن طرية بعدين اخمرها بنفس العجانة احط درجة حرارة 40 وشوفوا تبارك الرحمن خلال نصف ساعة تخمرت العجين وصارت جاهزة هذه الحشوة جبن كريمي مربعات او مثلث وتمر اكورها وابدأ احشيها اذا خلصت اغمسها بحليب سايل او حليب مبخر مع رشة سمسم وحب السودو ممكن نضيف الشمر نخليه تخمر بعد نفس الشيء نصف ساعة ثانية وندخلها الفرن مسبق التشغيل ونخبزها وبكذا تكون جاهزة الريحة الجنن والطعم روعة طبعا اسقيها بالزبدة والسمن والعسل والسمتع فيها قدموها مع التمر حطوا مع ليه جبن مرة مرة لذيذة تبارك الرحمن وبصحة وهنا علينا وعليكم